اشتركوا في القناة والتوحيد الذاتي والتوحيد الذاتي أحادي بنفي أجزائه بنفي تركيبه والتركيب أعم من الخارجي والذهني فنحن نافون مطلق أنحاء التركيب عن الواجب تبارك وتعالى لا التركيب الخارجي بمعنى المركبات ولا التركيب الذهني بمعنى الماهيات والحدود فنحن نافون عن المولى تبارك وتعالى عن واجب الوجود عقلا ننفي عنه كل صفة التركيب فهذا يعبر عنه عندنا بالتوحيد الذاتي الأحدي في مقابله ليس في مقابله في عرضه التوحيد الذاتي الواحدي وهو أن ننفي عنه تعالى كل شريك وكل نظير وكل مثيل وكل بديل وكل عد فهو واحد لا بالعداد نحن ما زال كلامنا في التوحيد الذاتي الأحدي وهو نفي كل شيء يتصف يتوهم منه التركيب في ذاته تبارك وتعالى ولما كان الكلام هنا في نفي المركب في نفي التجزئة في نفي الأجزاء ناسب الكلام أيضا أن ننفي الجسمية مطلقا لماذا؟ لأن الجزئية والتركيب من صفات الجسم من صفات الحادث وهذا كله تقدم بيانه نخلص إلى نتيجة قال قال العلامة قدس الله سره ولا يجوز أن يكون في محل يعني لقائل أن يقول يا أخي غير مركب هو هو هذه الذات بس جسم هذه مغالطة ترى جسم مادة ومادة مسبوقة يعني حادث وما حط للحوالث انتهى بس قال لا يكون في محل لأنه ليس جسما عندنا وإلا لا افتقر إليه ولا في جهة وإلا لا افتقر إليها إذن لا يكون ربنا تعالى في محل هذا تعريض بصنف من الناس والله هذا من ملازمات البحث الاثنى ثاني معا من ملازمات البحث حيث نفين الجسمية والجسمانية فلا يكون في محل وتعريض بمن أثبت التوحيد بزعمه وبعد هذا التوحيد المركب من الأقانيم قال تبارك أبونا الذي في السماوات هذا هو في السماوات فليس ربنا تعالى في محل لا في أرض ولا في سماء ولا على ماء ولا على عرش ولا على هواء ليس سبحانه وتعالى مادة ولا ماديا حتى يكون في محل وبالملاطفة من اللطف الوصول إليه أن الزعيم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سمع مرة أحدهم في سوق يقسم وكان يقول لا والذي احتجب فوق السماوات أو فوق الحجب فأنبه أمير المؤمنين عليه السلام قال ويحك بغير الله حلفت ونتقل تحلب بمن قال أحلب بالله قال أنت بغير الله حلفت إن ربنا لا يحتجب لا في سماوات ولا فوق سماوات ولا تحت أرضين قال لا يجوز أن يكون في محل ولا يجوز أن يكون في جهة من أجمل المعاني المحركات للعقل والمستفزات للفطرة هي خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أول نهج البلاغ قدس الله سر الشريف الذي جمع هذا النهج حيث طالعنا في مقدماته بخطبة الأمير عليه السلام في التوحيد في بيان التوحيد يعجز الفصحاء عن مثلها ويعجز الفقهاء عن فهمها مع هذا يظهر لنا من بين العجزين ما ملأ الخافقين فعلا فهو عليه الصلاة والسلام أشار إلى هاتين المسألتين ليس في محل فيخلو منه وليس في جهة ويشار إليه يعني إن كان في جهة أي جهات مقصود بها الجهات المكانية ليس في أسفل ولا في أعلى ولا في يمين ولا في شمال ولا في شرق ولا في غرب سبحانه أن يتوهم فيه هذا وهو خالقها يعني هو خالق الجهات ألا يتفقهون ألا يفهمون ألا يحسنون فهم ما يريدون هو خلق المكان يقول ربنا فيه هو خلق الجهات يقول ربنا فيها فيها يعني فوقية وأكثر الناس هكذا تنصاق إلى أذهانهم جهة الله يقول في السماء لا وإن توهم بعض وإن توهم بعض المسلمين هذا من قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فهي هات السماء مبدأ الإرزاق وفيها يسجل وتحت الأرض أيضا عنوانك فالكون كله لك وعليك فلا فرق بين سماء وأرض تقول لماذا عندما ندعو ربنا تعالى نتجه بالأنظار نحو العلو قل للشرف في الجهة العليا إذا كان فلماذا نرفع أيدينا بالدعاء نرفع أيدينا بالدعاء أليس إلى جهة قلنا كلا عطرا على هذه الآية في السماء رزقكم وما توعدون ليس في السماء ربنا في السماء سجلنا لأن السجل في عليين في الأعلى على تفسيرها كيف كان جهة العلو المجازي كما تقول كتب لي هذا في أعلى عليين الجهة المجازية فنحن لا نخلي منه جهة إن أشرنا إليه بجهة فقد جسدناه وإن جسدناه تعالى فقد أخلينا منه المكان الآخر أو الجهة الأخرى فلا محل له وإن كان من الدواهي التي جرت علينا البلايا والأذايا هو اعتقاد كثير من المسلمين بل أكثرهم بالجسمية البشعة بأبشع صورها حيث أوجدوا ربهم في محل بل على أبشع وضع بأنه يجلس فوق العرش ونص بعضهم على ملازمات الجسمية بأبشع صورها حيث يقول بل يجلس على كرسي ملؤه السماوات أو بقدر السماوات لكنه لا يسع ربنا فيبقى ربنا والعياذ بالله يبقى ربه ببعض أعضائه فوق العرش لأن العرش لا يسع جسمه جسمه أكبر من العرش هذا يعني يضيق عليه العرش وصرح بعضهم ليتها لم تخرج من فمه هذه كبرت كلمة تخرج من أفواههم بأن الرب عندما يجلسه طبعا تظن أنت وتسمع هذا الكلام أنه ترجمة توراطية بالعربية الفصحى هكذا بالنص ومع هذا ينسب إلى الحبيب لا أدري إلى أي حبيب أما إلى حبيبنا صلى الله عليه وآله فهو يتقدس عن مثل هذا ويتنزه ربه وربنا عن مثلها فعن أي حبيب يروي وإلى أي حبيب يرد هذا القول ألا تظن أنك تسمع هذا الكلام وتظن أنك ترجم توراة بالعبرية الفصحى أو غير الفصحى لا أدري بالعربية الفصحى أو غير الفصحى لا أدري يقول ويجلس على العرش ويسمع يسمع منه أزيز صوت صوت على كل حال وبعضهم جسده من دون خوف ولا وجل ولا حرمة لله تبارك وتعالى جسده ومثل أعضاؤه وشبه أعضاؤه على كل حال فلا يعني قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لا افتقر إليه من الواجب افتقر إلى محله بلا شك لأنه لا يكون في محل يعني عقلا وإلا لو كان في محل لا افتقر الحال إلى المحل ولا في جهة وإلا لا افتقر إليه هذه اللوازم وإلا قبل هذه اللوازم التي قلت إن كان في محل فألزمت جسمه وألزمت جسمانيته وأفترته إلى المحل وأخليت منه المحل الآخر وإن كان في جهة فقد جسدته لأنك تشير إليه والجهة حسية يشار إليها بالضرورة وما فيها حسي يشار إليه أيضا هذا متن العلامة قدس الله سره قال الشارح رحمه الله قدس الله سره هذان وصفان سلبيان يعني هذان نعتقد بهما سلبا يعني نعتقد بسلبهما بوجوب سلبهما عن الذات المقدسة عن المولى عز وجل يعني من صفاته السلبية تعالى ليس جسما ولا في محل ولا في جهة ولا جسمانيا ولا قال هذان وصفان سلبيان الأول إنه ليس في محل خلافا يعني هذا مش بس مش بس امتناء عقلي يشير إليه قدس الله روحه بل يشير إلى أنه تعريض بمن ادعى الوحدانية وثلث ربه وجمع الرب في آلهة فجزأه ثم لصقه ثم وحده ثم أوجده في مكان قال أبونا الذي في السماوات هو أصلا ليس أبوه ليس أبانا وليس في السماوات فعن غير الله يقولون هو خالقنا سبحانه وتعالى الأول إنه ليس في محل خلافا للنصارى وخلافا لجمع من المسلمين وإن عزت هذه الكلمة كبرت قال وجمع من المتصوفة انتهى قال الشارح رحمه الله أتدري معنى أن يكون في محل يعني نسبت إليه الحلول بس يكون في محل يعني في حال ومحل والفعل نفسه أي الهيئة نفسها اسمها حلول يقول والمعقول من الحلول يعني المحلول هذا الحلول لما سألت به قائلوه قائليه عندما تسألهم ينفون الجسمية وينفون هذا المعنى من الحلول أقول فسره لنا فيعجز القائل عن تفسيره فالمصنف الشارح قدس الله سره قال الحلول معقول وغير معقول الحلول المعقول هو أن يكون هناك اثنان حال ومحل ونسبة بينهما اسمها حلول ما نعقله هو هذا وإن قصدوا بالحلول شيئا آخر من قبيل ما يوصل إلى الاتحاد أو غيره فلا نعقله لماذا لماذا لأنه إن كانا واحدا بالأصل فهذا التواهم الإثنينية وإن كانا إثنين فمستحيل وإلا لزم خلف الفرض لا نعقل أي معنى من معاني الحلول الأخرى فنعقل من الحلول حال ومحل ونسبة بينهما اسمها الحلول هذا ما نعقله لا نعقله بمعنى نثبته لا هذا ما نتعقله من الحلول وما نتعقله من الحلول نمنعه نمنعه على المولى تبارك وتعالى وهذا ما أشار إليه بقوله والمعقول من الحلول يعني من القيام في المحل يعني هي الظرفية هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية ظرف ومظروف محل وحال نفسها حتى لأنه فيه تعطي معنى الظرفية الظاهرة الظرفية البينة بينما بموجود قد لا يكون ظرفية بالمعنى الحسي بل يكون عليه مثلا يكون فوقه مثلا فنسبة موجود لموجود بأي نحو من الأنحاء لا أقل قيام نحن عم نحكي عن الحلول قيامه وحلوله موجود بموجود فوقه معه ملاسق له هذه الباء تتحمل هذه المعاني كلها الباء تتحمل هذه المعاني كلها تتحمل به بجنبه تتحمل به فوقه تتحمل به معه الباء تتحمل هذا كله وفيه تقل عن الباء في التحمل البي تأتي في كم معنى بس ليس بسعة الباء الباء تأتي بمعاني عدة كثيرة جدا قال على سبيل التبعية التبعية يعني أحدهما لا يعقل حلوله إلا به هذا معنى الحلول فإن أرادوا هذا المعنى الذي نعقله هذا نتعقله لكنه باطل هذا باطل على المولى عز وجل فهو باطل وإلا إذا تبارك أبوهم الذي في السماوات فإنه لازم افتقار الواجب إلى السماوات لأنه لو لا السماوات لا أدري ما يحل به هو قائم بالسماوات قائم فيها فتباركت السماوات حيث احتفظت بالرب فالقدسية للسماوات حيث تحتفظ بالرب هذا قال فهو باطل وإلا لزم افتقار الواجب افتقار الواجب لمن؟ لماذا؟ افتقار الواجب لمحله وهو محال تنزه الله عن ذلك وإن أرادوا غيره لا لا نحن لا نقول بأن الرب في السماوات بمعنى الحال والمحل لكن بأي معنى؟ قال هو به يعني قائم به قائم به يعني ماذا؟ ترجمها بالعربي بالتركي بالعبري بالإنجليزي بالفرنسي ماذا تريد من هو في السماوات لكن ليس بمحل؟ ما معنى هذا؟ قال وإن أرادوا غيره فنمهلهم حتى يصوروه لنا بعد أن يتصوروه فإنا عاجزون عن تصوره حتى نحكم به أو عليه قال وإن أرادوا غيره فلا بد من تصوره أولاً ثم الحكم عليه بالنفي أو الإثبات الحلول هو هذا حال ومحل إثنان ونسبة بينهما ثالثة فتقدست النسبة كما تقدس الروح بين الآب والابن وكما تقدست السماوات حيث التحف بها ربنا وكما تقدس العرش حيث ارتاح عليه ربهم وهكذا غريب ما قدر الله حق قدره؟ تبارك الله وتعالى عن ذلك علواً كبير عفوك اللهم ورضاك الثانية من السلبيات إنه تعالى ليس في جهة ما المراد من الجهة شيخنا المحقق شيخنا الشاريح؟ قال الجهة هي بالمعنى الحسي هي ما قابلك أو ما تحركت إليه أو ما أشرت إليه ما قابلك تسمى قبلة فأنت أمامي فالجهة الأمامية تسمى قبلة وإلا فالخلف واليمين والشمال أو هذا إذا تعقلت الجهات أو أنا ماضي فيقول جهة المتحرك سواء كان متحركاً فعلياً أو متحركاً بالقوة كل ما يتحرك إليه فهو متجه إليه فهي جهة أو يشار إليها فهي جهة قال إنه تعالى ليس في جهة والجهة مقصد المتحرك لا نعني بالجهة غير هذا يا أخي معنوياً ولا مادياً مجازاً ولا حقيقةً الجهة هي ما يتحرك إليها أو ما يشار إليها أحياناً أن تشير إلى مجاز تشير بمجاز يعني ليس إلى محسوس كأن تقول هذا ربنا قدر المقادير خلق الخلق هذا إشارة معاذ الله ليست إشارة حسية إلى المحسوس فإشارة كل شيء بحسبه هذا مجاز لكن ما يريدونه من الجهة كأن يقول الله فوق ولا يكون تحت يصرحون بأنه حسي ويصرحون بأن الجهة حسية قال والجهة مقصد متحرك ومتعلق الإشارة شو يعني متعلق الإشارة؟ يعني المشار إليه مقصدها هذه المتعلقة متعلق يعني إلى أين اتجهت الإشارة الحسية وزعمت الكرامية وكثيرون ممن لم يصرحوا إنه تعالى في الجهة الفوقية ما شاء الله وأسفي على من هو تحت فإنه لا رب معه يعيشوا إنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية لاش وقعت بها الوأعة؟ ولاش نسبتم إلى الحبيب؟ قلت لك إلى أي حبيب وهذا القرآن الكريم قال لا قلت الكرامية وكثير منه من الناس من لم يصرحوا لماذا هذا الإدعاء؟ قال أنت لا تعرف التوحيد أصلا لا تكون موحدا حتى تجسده ولا تكون موحدا حتى تشير إليه أصلا أنت لا تكون موحدا حتى تطيعه وتصفه بما وصف نفسه فقد وصف نفسه بأن له يد يد الله فوق أيديهم ووصف نفسه بأنه له عين بأعيننا بل عيون ووصف نفسه بأنه استوى على العرش ووصف نفسه ووصف نفسه فأنت لا تكون موحدا الآن أنت تقتل على التوحيد الآن أنت تقاتل على التوحيد على أي توحيد تقاتل على التجسيد لا على التوحيد تقاتل على التجسيم تقاتل على التقزيم لله عز وجل العياذ بالله أنت على هذا ومن حينهم إلى يومك نحن ننزهه وهم يجسمون إس هذا التجسيم لما احترم المحقق الشارح قدس الله سره احترم الجهة الأخرى وحملها على أحسن محامل أحسن محامل شو هي الجهل أن تصف إنسانا مغامرا مع الله والعياذ بالله أن تصفه إما وإما فأحسن المحامل جاهل تسلم سلطة العباد والبلاد هكذا وقاتل على التوحيد قال لما توهموه من هذه الظواهر النقلية يعني مما يظهر من اللفظ قلت إذا كان تحاكم ربك عز وجل على ظاهر النقل في الكتاب العزيز في القرآن الكريم أو في الرواية الشريفة إذا كان هذا هو المراد فإنه سيأتي يوم على الله تعالى ربك فإنه سيأتي يوم على ربك الجسماني على ربك الجسدي سيأتي يوم على ربك ولا يبقى منه إلا الوجه فهذا الله عز وجل يبقى وجه ربك أين جسده الباقي فنيا لأنه سيأتي يوم لا يبقى أحد لا يبقى شيء بما فيه جسد الله بما فيه يد الله وعينه بما فيه عرشه وصاقه لأن الظاهر يبقى وجه ربك إذن يبقى وجهه لما التنصيص على الوجه أفنيا جسده بلا بلا شك ولا ريب كل جسد يفنى لأنه محط للحوارث وما كان حارثا فهو زائل فإذا كان الرب مجسدا فإنه سيزول بلا شك لكن مليح سيبقى وجهه سيبقى وجهه وهذا الظاهر هكذا بل ومن الظاهر أيضا ظلم الله ظلم الرب المدعى بظاهر في الكتاب العزيز كقوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل هو ولد أعمى جنى عليه أبواه أو ابتلاه الله فكان أعمى في الدنيا فيقوله أعمى في الآخرة نقبل وأضل سبيل لما باعتبار الإزدحامات هونيك يعني إزدحامات والعجأة والناس وكذا سيكون أضل سبيلا ما هذه الطرهات التي تنسب إلى الرب في السماوات والأرض تبارك وتعالى عن هذا علوا كبيرا أما الظاهر فنحن قائلون بأننا آخذون بالعقل والنقل معا بالعقل والنقل معا بل نزيد ولعنة الله على يزيد نحن في الأصول آخذون بالعقل وقائلون بأن النقل يؤيده نحن غير تأسيسيين في العقائد بالنقل أعيد نحن عقائدنا عقلية ويحكم النقل مؤيدا للعقل نحن قائلون بأن النقل يؤيد العقل ويشير إلى مؤداه فكل النقول التي أثبتت التوحيد والنبوة والمعاد وسواها كل النقول النقول يعني آيات وروايات كل النقول أي التي أثبتت توحيدا ونبوة ولطفا وعدلا وجنة ومعادا كل هذه النقول تأييدية لحكم العقل لا تأسيسية نحن قائلون عقلا بلزوم الحياة بعد الموت وبالتوحيد بكل معانيه وبضرورة إرسال الرسل والأنبياء وبضرورة جعل وتنصيب الأئمة والأولياء وقائلون عقلا بكل صفات الكمال ونافون عنه تعالى كل صفات الجلال كل ذلك عقلا والنقل يؤيد ويسمى الدليل التوكيدي توكيد لحكم العقل لا تأسيسي وإن كان بمستوى ما تجد العقل مستقلا في إثبات أمر وتجد النقل كأنه أيضا مستقل في إثباته فيكون في العقل إرشاد في العفل فيكون في النقل إرشاد لحكم العقل إرشاد مثاله نحن حتى إلى هنا نقول أطيع الله سبحانه وتعالى وأطيع الرسول نقول هذا حكم عقلي حتى لو ورد في الكتاب الكريم في القرآن المجيد يقول أطيع الله يعني استفز فينا عقولنا وأرشد عقولنا وفطرتنا إلى حق المولوية المستقل بها حكم العقل العقل يأمر بإطاعة هذا المولى تبارك وتعالى والنص القرآني إرشاد توكيد وإن ظهر منه التأسيس مثل أطيع الله وأطيع الرسول فالتوحيد وملحقاته وأصول الدين وكلها عقلية والنقل يتبعه أتدري لما قلنا هذا لأنه لو لم نقل هذا وقلنا كما قال غيرنا لن تفيام عنه لأنه لا نثبت توحيدا من كلامه تعالى ولا نثبت صدق قرآن من القرآن ولا نثبت دينا من نقل مشكوك أن هناك رب ربا فضلا عن أن هناك دينا فنثبت كل هذا بالعقل ويؤيده النقل فإن تزاحما قاعد يعني انت عارضا حفوال انت عارضا فقاعدة عقلية تنزه المولى مثبتة له صفات الكمال مانعة عنه كل صفات الجلال وجاء نص ونقل قرآني أو سنتي يعني نبوي رواية أو آية دلت على ما يظهر منها الجسمية نقول هذا تعارض بين حكم العقل وحكم النقل العقل يأبى والنقل يثبت فما الحال وماذا نفعل نحن نحن المسلمين الشيعة ضيض الله وجوههم وهداهم إلى صراط الحميد كما هدى غيرنا يعني كما نسأله أن يهدي غيرنا مش كما هدى والحق أنه كما هدى نسأل الله أن يهديهم ويهدينا جميعا فنحن المسلمين الشيعة نقول إذا تعارض المضمونان النقل والعقل نحن قائلون بتأويل النقل نؤول النقل بما يتلاءم مع العقل نؤوله نصرفه عن ظاهره ونعتبر العقل قرينة على عدم جواز الأخذ بالظاهر أزيد ولعنت الله لا يزيد إذا ظهر من الكلام ظاهر إذا تم الكلام الجملة المفيدة وظهر منها معنى نقول هذا المعنى ظاهر هذا الظاهر حجة يتمسك به ما لم يكن هناك قرينة تصرفه عن الظاهر والقرينة عندنا هي إما لظية يعني كان يأتي نص آخر ويوضح وإما عقلية لبية يكون هناك اعتماد بهذا الظاهر على العقل فلا يحتاج عندئذ المتكلم الحكيم أن يبين مراده مثاله كمثال إذا قال لك المولى مثلا إذا طلب منك أن تكرم المؤمنين أن تكرم الناس وأن تعلم وأن تعلم بأنه يعادي فلانا بأنه لا يريده من جملة المكرمين بأنه وبخه ورجمه فيكون هذا خارج بحكم العقل وإن ظهر من الكلام أنه يريده كلا فإذا كان العقل مستقلا في إثبات ما في إثبات حكم ما في إصدار حكم ما فيعتبر هذا العقل قرينة يعني ربك الذي خاطبك والذي خلق عقلك قبل أن يخاطبك قال أيها العاقل هو يخاطب العاقل مفروض مش يخاطب من يتوهم ربا ينزل على حمار أعرج بسي لا أدري من الأعرج لا أدري في كل ليلة جمعة تبارك ربنا عن ذلك علوء تعالى علوء كبير على كل حال هو سبحانه يتكلم بظاهر لعاقل فعليك أن تحقق قرينة العقل في كل خطاب سيد العقلاء وخالقهم فنحن قائلون إذا تعارض حكم مضمون النقل مع مضمون العقل نحن نؤول النقل بقرينة العقل نؤول النقل بما ينسجم مع العقل ولا نعكس لأننا لو عكسنا لما سلم لنا لا العقل ولا النقل يتفضل وهذا ما سنثبته لاحقا حيث أشار إليه قدس والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر